اشتركوا في القناة اختصار شديد الانالوج هذا عبارة عن برنامج تعليم للاطفال والمقدم هو دمية او زي الشخصية الكرتونية نظام 3D عرفته زي الانميشن يعني شبيهة بالضفدع او الوزغة وصراحة للحين ما انا متأكدة ايش هو الحيوان اللي يعني مقتبسين منه شكله هل هو ضفدع ولا وزغة ولا حيوان ثاني ما ادري بس واضح انه زي اللي يعني من السحالي المهم لا اطول بالكلام وفيديوهاته دايما يعلم الاطفال تهجأت الحروف والالوان والاشكال الهندسية وما الى اخرة وهالشخصية اسمه قوبي وايضا عرفنا في السابق او في الجزء الاول انه فيه ثلاث اطفال مفقودين وهم صوفيا واندرو وميكيلا فاللي ما شاهد في الجزء الاول يشوفه عشان يفهم القصة والاحداث بشكل مفصل ومفهوم والحين خلونا نبدأ تحليل وشرح الحلقات الجديدة تبدأ الحلقة بقلتشة مزعجة وصور الاطفال المفقودين بعدين يطلع لنا قوبي وهو مقلتش ومشوه ويقول تي بتعرف الشكل الهندسي المفضل عندي وبالعادة قوبي هو اللي يجاوب لكن هالمرة رح نسمع النفس صوت الطفلة اللي كانت بالجزء الاول تصارخ وتطلب المساعدة وكانت تقول هو اللي قتلني وردت على قوبي ان شكلها المفضل هو الدائرة ورح تفهمون ليش قالت كذا لبعدين بعدها يظهر لنا كلام مرة غامض ومرعب وهذا كان محتواه ثم يرجع قوبي طبيعي ويبدأ ورين صور الحيوانات واسمائها لكن الغريب ان لما جاي يذكر اسم الخنزير وانتو بكرامة قالت الطفلة نفسها ان هذا الحيوان هو الخنزير وبعدها قوبي سكت شوي ورجع يقلتش وكأن قوبي يتحكم فيهم وباللي يبغون يقولونه لان الترجمة بالحلقة للان مم مفهوم منها شيء ولاحظوا ان من بداية الحلقة في صوت شخص يتنفس بطريقة مرعبة وراح يطلع لنا بعدها رسائل ثانية خفية وكأن اللي قاعد يقولها احد الضحايا يعني نفهم من هالكلام ان قوبي فعلا من نسيج الخيال وهو اللي خلى نفسه واقعي بالغصب لانه يتحكم بعقول الاطفال ويتلاعب فيهم بعدين يرجع قوبي طبيعي ويسأل هل تحبون الحيوانات وكل معتاد وبشكل غريب الطفلة هي اللي تجاوب عليه وتقول ايه احب الحيوانات فيقول بعدها قوبي هل تبي تعرف حيواني المفضل وهنا يبدأ الرعب لما يطلع صوت شيطان يقول حيواني المفضل هو الانسان وان البشر ايضا حيوانات بعدين تطلع صور سريعة لجنين في بطن امة وهنا على طول جا في بالي كلام الطفلة اللي قالت شكل المفضل هو الدائرة وممكن قصدها بالدائرة تشبيه لشكل الجنين وهو في بطن امة انه على شكل دائرة عرفتوا كيف عشان كذا اختارت هذا الشكل الهندسي فهل ممكن قوبي ينولد في عقلهم من بداية ولادتهم ايضا من ضمن الصور بوستر اللي طفلة جديدة مفقودة اسمها عابي لانجون فقدت تاريخ 2024 يوم 3 يناير هل ممكن هي الطفلة المفضلة عندها عشان كذا جاب صورتها مع صورة الام اللي في بطنها جنين ثم بعدها تقول الطفلة لقوبي انه انت مو بحيوان وهنا تقلتش الشاشة وتطلع صور صادمة لقوبي الحقيقي لكن وجهه هو وجه قوبي بينما الحقيقي مخربش عليه ونشوف انه فيه اطفال معاه بالبرنامج واللي واضح لي انه برنامج قديم جدا ممكن من الخمسينات او الاربعينات مثل ما هو واضح قدامكم في الصورة ايضا بتظهر لنا عبارة ان الحيوانات برضو لها اسنان وهنا جا في بالي على طول النظرية اللي قدتها لكم بالجزء الاول انه قوبي اسنانة مو طبيعية وفيها شي غريب وابدا مو مثل اسنان الحيوانات لان احنا نعرف انه فيه فرق بين اسنان الحيوانات واسنان البشر بينما قوبي هو حيواني احنا قلنا يا انه ضفدع او وزغة لكن اسنانه اسنان بشرية ما هي اسنان حيواني يعني لو تركزون بالحلقات حقتها وبعد هذا كله راح تطلع لنا اخر رسالة خفية وهذا اللي كان مكتوف فيها اتوقع هالرسالة وضحت لنا كثير ان قوبي ممكن يكون شيطان وتلبس بالبرنامج والمذيع والاطفال اللي يشاهدونا وان اي شخص يشوف البرنامج قوبي ممكن يلقي عليه لعنة وفي نهاية الحلقة نسمع نفس الشخص اللي يتنفس بشكل مرعب ومعاه بالغرفة صوت موسيقى وكأنه قاعد بغرفة او مكان منغلق ثم بعدها يطلع من هالغرفة المجهولة ايضا لاحظت ان الموسيقى جدا قديمة يعني استعيلها واضح انها من ايام الخمسينات اشتركوا في القناة حية اแ بالطباء هذهну شرط fucking وبالتالي وبالتالي هذه هي صحيات وأحيانا هذا قول هذه هي اوووووтоящ وأحيانا Here. ترجمة نانسي قنقر 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 and this is a car this is a piano and this is a dog and this is a dog and this is an airplane and this is a and this is a dog and this is a dog and this is a dog ترجمة نانسي قنقر and this is a dog 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 and this is a dog